اشتركوا في القناة التي سكنت بلاد العراق القديم اول الشعوب اللي سكنت بلاد العراق يا ترى كانوا الاشريون او السومريون البابليون الكلدانيون من اول ناس سكنوا بلاد العراق طبعا الاجابة الصحيحة اكيد هي السومريون دول كانوا من اوائل الشعوب اللي جاتوا سكنت بلاد العراق عام 4000 قبل الميلاد سؤال التاني جاءت معظم الهجرات الى بلاد العراق من جهة احنا عارفين ان فيه هجرات كتير جات لبلاد العراق طبعا كانت الهجرات دي جاية ترى من جهة ايه من جهة الشمال من شمال العراق ولا من شرقها ولا من الجنوب ولا من الغرب طبعا الهجرات كانت جاية من شبه الجزيرة العربية يبقى اذا كانت جاية من جهة الجنوب سؤال التالت اطول حقبة تاريخية مرت على بلاد العراق تمثلت فيه طبعا احنا شفنا الدول اللي حكمت بلاد العراق وعرفنا الفترة يعني الزمنية اللي حكمتها كل دولة. وانا ساعتها في الاسناء يعني الشرح قلتلكوا كل دولة حكمت قد ايه. فكانت اطول فترة زمنية كانت في الدولة السومارية. الف حوالي الف ستمية وخمسين سنة. طب لو سألت عن اقصر حكبة تاريخية اقصر دولة حكمت بلاد العراق. فكريم طبعا هي الدولة البابلية الحديثة حكمت حوالي ستة وستين عقب. سؤال اللي بعده. يعتبر حمرابي من ملوك الدولة. حمرابي ده واتخدناه في الدولة الايه? الاكادية ولا السومارية ولا البابلية القديمة ولا البابلية الحديثة. مهم طبعا ان احنا نعرف الملوك اللي احنا اخدناهم. احنا اخدنا سرجون وسرجون الثاني وحمرابي ونبوخز نصر وسنحاريب. كل الملوك دولة اتخدناهم. فمهم ان احنا نكون عارفين كل ملك بينتمي لانهي دولة. فحمرابي ده من ملوك الدولة ايه? البابلية القديمة. ده من اشهر ملوك الدولة البابلية القديمة. اكثر الدول التي اهتمت بالجيش في العراق وجعلته دائم هي الدولة. في دولة من اللي حكمه في بلاد العراق كانت مهتمة اهتمام كبير بالجيش وخلته دائم. احنا عارفين الخدمة فيه كانت الزامية بس كان وقت الحرب. لكن الدولة دي خلت الجيش دائم موجودة على طول. يا ترى دي الكلدانية ولا السومرية ولا البابلية القديمة ولا الاشورية? طبعا الاجابة الصح هي الدولة الاشورية. نكمل كده الاسئلة مع بعض. كلا مما يأتي من اعمال حمرابي. حمرابي ام بمجموعة من الاعمال زي ما شفنا. بس فيه واحدة من دول مش من اعماله. يا ترى ايه هي? بناء معبد الاله مرضوخ ولا توحيد العراق ولا اعمار مدينة بابل ولا حفظ الامن والنظام? هنختار ايه? طبعا الاجابة هنا هتبقى توحيد العراق. لان بناء معبد الاله مرضوخ ده من اعمال حمرابي واعمار مدينة بابل وحفظ الامن والنظام كل دي من اعماله. ولكن توحيد العراق ده من ما ليس من اعمال حمرابي. العراق اتوحدت على يد سرجون الاول. الفين تلتمية وخمسين قبل الميلان. عرف اله الحكمة والعدل عند العراقيون بالاله. خدنا اله كان يعني حمرابي بتلقى مجموعة القوانين منه من خلاله. وده اه كان اله الحكمة والعدل عندهم. يترى كان الاله ايقانه ولا مرضوخ ولا شمس ولا عشتار. اكيد طبعا الصح هو الاله شمس. كانت نقاط اول عاصمة للعراق بعد توحيدها. بعد تمكن سرجون من توحيد بلاد العراق. يترى كانت ايه العاصمة بابل اشور اكاد سومر. الاجابة الصحي طبعا هي اكاد. نسبة للاكاديون. اخر القبائل التي هاجرت قبل الاسلام من شبه الجزيرة الى العراق. اخر قبيلة بقى احنا قلنا شبه الجزيرة العربية جات منها الوهجرات كتيرة الى العراق واستقرت فيها. اه واقمت ايه دول بتاعتها في العراق. اخر قبيلة يترى كانوا الاشوريون. الاشوريون ولا السومريون ولا الاكاديون ولا الكلدانيون. الاختيار الصحي طبعا هم الكلدانيون اللي اسسوا الدولة البابلية الحديثة. ودي كانت اخر الدول في بلاد ايه العراق. انتهى الحكم الوطني في العراق عام خمسمية تمانية وتلاتين قبل الميلاد. وطبعا السنة دي مهمة نحفظها. على يد. مين اللي انهى الحكم الوطني في العراق? يترى السليوكيون ولا الاسكندر الاكبر ولا الفورس ولا الروم? طبعا الحكم الوطني في العراق انتهى على يد الفورس. بقيادة قائدهم ايه? كورش. برضو الاسم ده قلتلكم مهم ونحفظه. وفي عندنا مجموعة من السنوات. يريد طبعا ناكد عليها ونحفظها. منها مثلا عام خمسمية تمانية وتلاتين نهاية الحكم الوطني في العراق. عام الفين تلتمية وخمسين اللي هو تاريخ توحيد العراق على يد السرجون الاول. تلتمية وتلاتين قبل الميلاد آآ دخول الاسكندر الى العراق. نكمل. تمكن العرب من فتح بلاد العراق بعد انتصارهم على. طيب العرب لما جم فتحوا العراق. يا ترى هي كانت تحت مين? تحت ايد مين? او مين اللي كان محتل لها يا ترى الرومان? ولا الفورس? ولا الاشوريين? ولا السوليقيين? طبعا الاختيار الصح هو الفورس. العراق كان بيحكمها الفورس عندما جاء العرب وقموا بفتحها وخلصوهم من حكم الفورس. كلا مما يأتي ينتمي للطبقة الوسطى في العراق ما عادة. فيه تلاتة من اللي قدامنا دلوقتي موجودين في الطبقة الوسطى. واحدة من الاختيارات الاربعة مش موجودة في الطبقة الوسطى. احنا عارفين المجتمع في العراق كان مكون من تلات طبقات. طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة دنيا. وقلت لكم طبعا انه مهم نعرف كل طبقة مين اللي موجود فيها. الطبقة الوسطى هنا يا ترى آآ مين بقى اللي ممتمش فيها من دول? يا ترى الموظفين? ولا رجال الدين? ولا الجنود? ولا التجار? طبعا الاختيار الصحيح هنا هيكون رجال الدين. ليه? لان رجال الدين بينتملوا الطبقة العليا. طبقة العليا كانت بتشمل اعوان الملك وكبار رجال الدولة ورجال الدين. اما الموظفين والجنود والتجار والصناعة دول كانوا بينتملوا الطبقة الوسطى. والطبقة الدنيا طبعا كانت بتتكون من اسرى الحرب او من يستدينون ولا يستطعون وفاديونهم بسبب الفقر. وايضا العبيد اللي تم اختطافهم من موطنهم الاصلي. وبيبيعوا طبعا في الاسواق. دي كانت ايه طبقات المجتمع في العراق? انتقلت عبادة عشتار من بلاد العراق لمصر. في عهد. من ضمن التواصل بين مصر والعراق انتقال بعض الالهة من بلاد العراق الى مصر. منها مثلا عبادة عشتار. دي انتقلت من العراق لمصر في عهد الملك. يا ترى مين في دول? اخناتون? تحود موسي الثالث? رمسيس الثاني? رمسيس الثالث? طبعا الصح هو رمسيس الثاني. في عهد رمسيس الثاني من ملوك الاسرة تسعتاشر انتقلت عبادة الالهة عشتار ربة الحب والحرب من بلاد العراق الى مصر. وده دليل على وجود تواصل بين مصر والعراق. شيد الملك نقط حضائق بابل المعلقة. الحضائق دي عرفنا ان هي كانت من عجاب الدنيا السبعة. طب يا ترى مين اللي شيدها? سرجون التاني ولا حمرابي ولا نابو خز نصر ولا سان حريب? طبعا الاختيار الصحيح هو هيكون نابو خز نصر هو اللي قام بتشييد حضائق بابل المعلقة. برع الاشريون في فن. ايه الفن اللي برع فيه الاشريون? فرق فن النحت ولا الرسم ولا العمارة ولا التصوير. الاختيار ايضا السحيح هنا هيكون فن العمارة. الاشريون برعوا او يعني كانوا مشهورين جدا في فن العمارة. نكمل. قام الملك الاشوري نقط بتعمير مدينة نينوة بعد ان خرب مدينة بابل. مين في دول اللي عمر مدينة نوة وبعد ما خرب مدينة بابل وطبعا وقتها احنا قلنا ان احنا مش مع العمل ده طبعا لان كان ممكن ان هو يسيب المدينة ويحافظ عليها وعلى التراث والحضارة ويقوم ببناء مدينة اخرى. اه فاحنا طبعا رفضنا هذا ايه العمل اللي قام به? طبعا الاختيار هنا هيبقى سانحاريب. يبقى الملك الاشوري سانحاريب هو اللي قام ببناء مدينة نينوة بعد ان خرب مدينة بابل. قام الملك نقاط بازدار مجموعة من القوانين عرفت باسمه. مين اللي اصدر مدينة اتنين وتمانين مادة قانونية عرفت باسمه وكان بيتلقاها من الاله شمس? يا ترى هو سرجون التاني ولا حمرابي ولا نابو خاز نصر ولا سانحاريب? اكيد طبعا الاختيار السليم هو حمرابي. مجموعة قوانين حمرابي. سؤالي اللي بعده بما تفسر? سخت الشعوب على الدولة الاشورية. احنا عارفين ان الدولة الاشورية لم تستمر فترة طويلة وده كان بسبب سخت الشعوب عليها. طب لس الشعوب سختت على هذه الدولة بسبب سياسة الشدة والعنف اللي كان بيتبعها ملوك هذه الدولة بالاضافة الى اهمالهم لصروات البلاد. يبقى هقول الاجابة هنا سياسة العنف والشدة التي اتبعها ملوكها واهمالهم لصروات البلاد. سؤال التاني سقود الدولة البابلية التانية في ايدي الفرس. سبب سقود هذه الدولة هو تولي الحكم ملوك ضعفاء لم يستطيعوا السيطرة على البلاد ولذلك تمكن الفرس من الاستلاء عليها. يبقى بسبب تولي الملوك الضعفاء الحكم فتمكن الفرس من السيطرة على البلاد واسقطها. احتل المعبد او الزاكرات اهمية خاصة في نفوس العراقيين. هنا طبعا في اسباب يعني كانت اه قدت الى ان المعبد بقاليه مكانة كبيرة في نفوس العراقيون. هذه الاسباب تمثلت في ان في هذا المكان كان بيتم التتويج الملك. يبقى كان بيتوج فيه الملك وتقام فيه شعائر دينية. ايضا كان بيتم تعليم الناس في المعابد وتوضع به السجلات والعقود. قلنا الحاجات المهمة والعقود والسجلات المهمة كان بيتم وضعها في المعابد. وبيتم تعليم الناس فيه. والملك عند توليه الحكم كان بيتم تتويجه في المعبد وتقام في الشعائر الدينية. السؤال اللي بعده اطلق على الكتابة التي اخترعها سومريون الكتابة المصمرية. السبب هو ان كان العراقيون بيستخدموا الواح من الطين الطري. واقلام من الخشب. يعني كانت بتكتب باقلام من الخشب على الواح من الطين الطري. وكانت العلامات تشبه شكل المصامير. او تشبه شكل المصمر. ولذلك عرفت الكتابة بالكتابة المصمرية. نشوف السؤال اللي بعده. دلل وجود علاقات تجارية بين مصر وبلاد العراق. الدليل على ذلك طبعا هو الاختام الاستوانية الاربعة اللي عسر عليها في جرزة بمحافظة الجيزة زي ما قلنا. واللي كانت بتنتمي لحضارتي الورقاء وجمدة نصر في العراق القديم. يبقى. لو مش حافظ الاسماء بتاعت الحضارات مش مش مشكلة. ممكن تقول ايه? الاختام الاستوانية الاربعة اللي تم العصور عليها في محافظة الجيزة وتنتمي على حضارات بلاد العراق القديم. وكده ايه يكفي? اجابة ايه تبقى كافية. برعة العراقيون في علم الفلك. الدليل على ان العراقيون برعوا في علم الفلك. الدليل على كده طبعا هو رصدهم للنجوم والكواكب. وقاموا بوضع تقويم شمسي كامل. يبقى ده دليل على انهم برعوا في علم الفلك. وجود تواصل ثقافي وفني بين مصر وبلاد العراق. الدليل على كده ان العراقيون قاموا بنقل الهرم المدرج عن مصر واستخدموا الفكرة دي في بناء مع عبدهم. والمصريين نقلوا عن بلاد العراق فن رسم الحيوانات المجنحة. واستخدام الاختام مثل الختم الملك حر محب. الختم الملكي للفرعون حر محب في الاسرة تسعتاشر. ده دليل على ان كان فيه تواصل ثقافي وفني بين مصر وبلاد العراق. سؤال اللي بعده. وضح. وجه الشبه والاختلاف بين سرجون الثاني ونبو خز نصر. يترد شبه في ايه واختلفوا في ايه? طبعا الملكين دول كان فيه بينهم شبه حيث ان سرجون ونبو خز سرجون الثاني ونبو خز نصر تمكنوا من تكوين امبراطورية عظيمة. يبقى كلا منهم نجح فيه تكوين امبراطورية عظيمة. وجه الاختلاف بيعود الى ان سرجون من ملوك الدولة الاشورية. سرجون الثاني يعتبر من ملوك الدولة الاشورية. ونبو خز نصر من ملوك الدولة الكلدانية او البابلية الحديثة. عرفنا كده الشبه والاختلاف بينهم? يبقى تشبهوا ان هما الاتنين ملوك عظام واقوياء ونجح كلا منهم في اقامة امبراطورية عظيمة في بلاد العراق. وصلت حدودها الى البحر المتوسط. الاختلاف ان سرجون بينتمي لدولة غير نبو خز نصر. سرجون ده سرجون التاني دولته هي الدولة الايه? الدولة الاشورية. لكن نبو خز نصر بينتمي للدولة البابلية الحديثة. وجه الشبه هو الاختلاف بين الدين في مصر والدين في العراق. الدين عند المصريين والدين عند العراقيين كان فيه تشابه بينهم. لان كان كلا منهم له تأثير في حياة المصريين وفي اعمالهم اليومية. ايضا كان فيه تشابه من خصائص الدين في مصر وخصائص الدين في العراق. فزهر تعدد في المعبودات في مصر. وايضا زهر تعدد في المعبودات في العراق. اه قام المصريين بتقديس زواهر طبيعية مثل الشمس والقمر. وايضا قام العراقيون بتقديس زواهر طبيعية مثل الشمس والقمر. يعني زي المصريين بالزبط. المصريين زهر عندهم او واعتقدوا فيه وجود حياة بعد الموت فكرة البعث والخلود ونفس العقيدة دي كانت موجودة في العراق فكرة البعث برضو والخلود يبقى كده تشبه بينهم لكن الاختلاف تمثل في ان مصر وصلت الى توحيد المعبودات المعبودات كلها في اله واحد لكن يعني السموة الى التوحيد لم يظهر في بلاد العراق يبقى وصول مصر الى توحيد الالهة في اله واحد طبعا ده كان في زمن اخناتون لكن العراق لم تصل الى هذه الدرجة من توحيد الالهة سؤال اللي بعده امامك مجموعة من ملوك مصر وملوك العراق تشابهت اعمالهم وضح يعني عايزين نقول وجه الشبه بين اعمال ملوك مصر وملوك العراق ملوك مصر دول ميناء وتحطمس الثالث وحر محب ملوك العراق سرجون الاول نبوخز نصر حمورابي طبعا لما نيجي الميناء وسرجون الاول الاتنين دول تشابهوا في ايه كل منهم قام بتوحيد بلده يعني ميناء قام بتوحيد مصر سرجون الاول هو صاحب الوحدة في بلاد العراق يبقى هو اللي واحد بلاد العراق يبقى دواجه شبه بين ميناء وبين سرجون الاول تحطمس الثالث ونبوخز نصر تشابهوا في ايه كليهما كان يعني بارع في امور الحرب والادارة يعني تحطمس الثالث من الملوك الفراعين العظام في مصر بارع في الامور العسكرية والادارية وايضا نبوخز مصر كان بارع في النواحي العسكرية والادارية تحطمس الثالث تمكن من يعني اقامة امبراطورية عظيمة في مصر ونفو خاز نصر أيضا تمكن من إقامة إمبراطورية عظيمة في بلاد العراق زي ما قلنا وصلت حتى حدود البحر المتوسط حور محب وحمورابي تشبه في إيه؟ تشبه في أنه يعني كل منهم حافظ على الأمن والنظام والاستقرار في بلاده حور محب أحد الفراعين العظام في مصر اللي أعاد الأمن والاستقرار إلى البلاد عن طريق مجموعة من القوانين اللي أصدرها حمرابي قام بإصدار برضو مجموعة من القوانين يعني ساعدت في حفظ الأمن والنظام في بلاد العراق كده عرفنا وجه الشبه بين ملوك مصر وملوك العراق وفي كده بنكون خلصنا مراجعتنا النهاردة أتمنى كونوا استفدتوا منها أشوفكم على خير بإذن الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة